نحارب بقى اي حد زي مروان الشرباجي كده يطلع بره وياخد جنسية تانية نحاربه ونعتبره خاين وموّل وبيكره البلد النتيجة انكوا انتوا اللي وصلتوا الناس انها تكره البلد او على اقل بلاش تكرهها تطفش منها لان انتوا مش مؤدرينهم وبتحاربوهم فطالع عمر اديب ببراءة الاطفال في عينيه مستغرب ليه الناس كرهت البلد انا اكتر حاجة استغربتها تعليقات الناس على الخبر 90% من تعليقات الناس على تجنيس مروان برافو احسن حاجة عملتها يا ابني ده انت عبقاري ايه الحلاوة دي ايه جماعة انا افتكرت بقى حارة تعليقات الناس تقول له يا خاين سبت بلدك رحت تلعب ضدنا كله قال والله العظيم احسن حاجة عملتها خش وشوفه انا استغربت جدا من ردود افعال الناس ده ايه العظمة دي ايه الزكاة ده اه والله خليك اعد هناك اوعى ترجع عمر مستغرب انا اللي مستغرب ان عمر مستغرب انا اللي مستغرب له ان عمر مستغرب يا عمر يا عمر يا حبيبي انت لو ابوك مدرس وامك مديرة مدرسة وشاب زي الفل وجايب تسعين في المئة في السنة العامة وروح تتقدم شرطة هتقلش لان ابوك بالضابط او لانك معاكش واسطة كويسة يا عمر يا بابا انت لو روح تقدم في اي كليه حربية وابوك رئيس قسم المطافي وامك قائد طابية مش هتقبل يا عمر يا حبيبي انت لو ابوك موظف محترم وامك موظفة محترمة رئيسة سنترال مثلا وروح تتقدم في النيابة مش هتقبل والله ما هتقبل وانا بكلمك يا اخي اسمعني بكلمك بخبرة مش هتقبل لان لازم يكون ابوك قائد في القضاء او زابط كبير في الجيش او في ظهرك حد مهم وزير مهم مش هتقبل حتى لو صحتك تفوت في الحديد مش هتقبل حتى لو زكي مش هتقبل في مناصب كده عمر هي حكر على ناس على أسر زي القضاء زي الشرطة زي الحربية الحربية اللي ابن التمرجي انوار السادات دخلها الحربية اللي ابن البستجي زي عبد الناصر كده دخلها جم الولد الغني زي عبد الحكيم عامر اللي كان عنده أرض في أستالفة ساملوت سوا دخلوا مع بعض عبد الناصر اللي أبو بستجي دخل مع عبد الحكيم عامر اللي أبوه كان غني او دخل مع زكريا محي الدين اللي أسرته كانت غنية جدا دلوقتي لأ بعد ما جمه الزباط لأ أسسه الأسر جديدة أنت مستغرب ليه عامر أنت لو رحت خلصت طب وما عندكش واسطة عينك في حتة كويسة هتتكلف في كفر أبو جزمة وهتبهدل بهدلة وهتكره الطب فلازم يكون أبوك دكتور كبير مش هتقبل على فكرة عامر ده مش بس في الإسكواش تقريبا يعني ده في كل حتة في مصر يابيه إذا كان السيسي نفسه دونا عن كل قارة الجيش اترقى برئيس جهاز المخابرات العسكرية لأنه كان يفتح الفنجان للمشير طنطاوي ده أنا بكلمك بمعلومة من جوه الجيش قولوا لي إيه التاريخ العسكري اللي يخلي زابط فاشل يترقى ويبقى مدير مخابرات زابط ذهب إلى أمريكا واستضفنا هنا المدرسة بتاعته وعاد بخفاي حنين ورجع ولا شيء ملت ملت بعد عشر شهور ما خدش درجة علمية ومع ذلك يرقى يبقى قائد منطقة شمالية ثم يرقى بعد كده ويبقى رئيس مخابرات العسكرية عارف ليه؟ لأنه كان بيعمل حجامة للمشير طنطاوي لأنه كان بيفتح المندل للمشير طنطاوي المشير طنطاوي رجل كان مسكون بالخرافات مسكون وكان رجل يعلم أنه هو قاعد على صفيح ساخر وممكن يطير في أي وقت وهو أطول وزير حربية في عصر مبارك أو وزير دفاعي فكان يخش عليه ظابط صغير كده ما يشربش القهوة المشير لما يجي الظابط عبد الفتاح يشرب القهوة يقلب الفنجان ويقول له في واحد عليه نسرين نسر شمال ونسرين مين خلي بالك منه بكرة بقولك الباقي أو واحد في بانطلونين كبار كده والجو بقى اللي انت عارفه ده تخيل هذا الظابط رقي وأصبح قائد أو رئيس المخابرات العسكرية دي ملادنا عمر مستغرب على ايابين بينما فيه زباط وكفاءات حصلوا على أعلى الشهادات العسكرية النهاردة هم فين بيربوا كتكيت في البلكونات في الشمس أهو هو كان كده أهو هو ده هو دي قعدته بص القعدة هو كان قعد كده يقعد يمسك وراء وقلم الطالب النجيب اللطيف أهو دي قعدته ده تمامه بقى ده تمامه ولو صورة كده في بزارة الدفاع والفريق السامي عنان طالع مع الست مش عارف مين وهو أو معناه قائد أمريكي وهو ماشي بيلطف ويعطف مع الست وراء على السلم ولو صورة وراء العمود ده تمامه ما هي خبرته العسكرية فاشل فاشل بس منحنح بيعرف هو الزبون ييجي منين الرجل الطيب ده بييجي منين صارت الظهر حضر في المسجد خلاص نصلي له الظهر حضر في المسجد وحضر الصبح وحضر الزبيبة ونجهز عادة الشغل ونشتغل ونقنع الرجل الطيب ده رحمة الله عليه بإننا والله من المبشرين بالجنة أهو قادي بص شايف سامي عنان طالع مع قائد العسكري ده بص هو طالع بقى مسك الست بقى وقال له إيه على فكرة أنا أعرف روج ما بيلزأش ولا يطلع مع شربة بص بص على العقد اللي انت لابسك ده جايبين منين أسخلي بالك أنا بفهم كويس قوي في في العقاد والحاجات دي إن كنت زمان في الحسين ببيع عقاد له طالع يعطف ويلطف مع الست وفيه ستلاف شحط ماشيين بس هو عايز يدخل من الحتة دي دي شغلته ده تمامه ده تمامه ده منصبه بالمحلسة والدهنانة والسهوكة بقى قائد كبير ورئيس المخابرات رئيس الجهاز المخابرات العسكرية لأنه كان عارف المشير تنطوه بيجي بإيه بفتح الماندل أوكي نفتحه الماندل ونعمله حجامة حتى لو ما بعرفش فيها الرئيس مرسي بيجي بإيه بصلاة الظهرة حاضر في المسجد والصيام اتنين وخميس يا سلام يا سلام والقعدة اللي عاملة كده كالعزراء في خدرها دي والورقة والألم وكل ما يقوله الرئيس مرسي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو الله أنا ما سمعتش رئيس زيك بالجو ده بالنفاق بالنفاق بالدهنانة والسهوكة بكل الوسائل قديمة قوي للأسف دخلت على المشير تنطاوي ودخلت على السامي عنان ودخلت على حسن مبارك لأنهم عينوه بعد كده رئيس جهاز المخابرات العسكرية ودخلت على الرئيس مرسي فبقى دراعه لمن فأصبح الرئيس مرسي يسق فيه جدا وقال عندنا في القوات المسلحة رجالة زي الدهب اشتركوا في القناة